اشتركوا في القناة لا للمشاكل المالية نعم لأسرة مستقرة ماديا مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير ونور والسرور وحياكم الله ويانا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الاجتماعي الأسري أسرتنا المشاكل المالية في الأسرة تهدد أمنها وتنخر أعمدتها تراكم ديون تبدير وإسراف بخل وتقتير بطالة وانقطاع عن العمل اتكالية في الإنفاق كلها وأكثر أسباب مالية مباشرة لنشوب خلافات أسرية لا هوادة لها والنتيجة أسرة متشردمة وأخرى منهكة من جراء تفاقم الخلافات الناجمة عن عدم إيجاد حلول للمشاكل المالية تتكيف معها وبها الأسرة فكيف تجتاز الأسرة هذه المعضلة الملحة في حلها حتى تنعم بالاستقرار نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيوفي الكرام أرحب بالأخصائي النفسي الأستاذ محمد أحمد ومعنا أيضا الأستاذ سلطان كراني مختص في التنمية البشرية ونرحب أيضا عبر هذا الاتصال المرئي من الكويت بالدكتورة والفنانة عبير الجندي مستشارة صحة نفسية وأسرية وسفيرة النواية الحسنة للتسامح والسلام أهلا وسهلا مساكم الله بالخير مساكم الله بالله حياكم الله المشاكل المالية تمر على الأسرة بين حين وآخر لكن هناك مشاكل مستمرة تتعايش معها الأسرة وهناك مشاكل طارئة تحدث بشكل مفاجئ لهذه الأسرة أيهما أكثر ضررا على الأسرة من وجهة نظركم ونبذى كذلك عن تعريف المشاكل المالية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حياكم الله أستاذ علي وحياكم الله أستاذ سلطان وأنا سعيدني متواجد بينكم في هذا اللقاء الجميل بداية المشاكل المالية تؤثر على الأسرة تأثير جدا كبير لكن نحن لا بد ننظر الموضوع من الجانب كيف تؤثر الاقتصاد أو دعنا نقول الناحية المالية كيف تؤثر على الأسرة في ناحية إدارة الأسرة وشخصية الأسرة في حد ذاتها يعني عندنا مثلا بعض الأزواج وموضوع الشخصية المجال النفسي جدا مهم في المجال المالي أن أنا أعرف شخصيتي أنا في الإنفاق شو هي أنا قد أكون إنسان مبذر أي إنسان شخصيتي هستيرية بمعنى أني أحب الشو أحب الاستعراض أحب أني دائما أعرض مثلا نفسي قدام الناس بطريقة أن يكون تحت الأضواء حتى لو هذا الشي يكلفني كل المبلغ المالي أنا أدخل في حياتي قد أكون أنا إنسان انطوائي قد أكون إنسان أيضا شكاك ما أحب أني أطلع الناس على الأشياء التي عندي قد يكون زوج شكاك ما يحب يطلع الزوج على الفلوس التي عنها إذن المشاكل المالية تؤثر نفسيا على أفراد الأسرة بشكل مباشر تؤثر نفسيا وسبب تأثيرها عدم معرفة الإنسان لشخصيته الإنسان كل واحد يرى كيف أفعله في الناحية المالية أنا بقلدة يظن أن يلبس ثوب غيره نعم أنت لا تلبس ثوبك أنت يناصب شخصيتك يناصب طريقة تفكيرك يناصب أسلوبك في الحياة خدراتك المالية كذلك أستاذ سلطان من لونة تعيضا نبذة أو تعريف للمشكلات المالية بالنسبة للأسرة المشكلات المالية هي أنا بالنسبة لي المشكلات المالية هي تحديد الأولويات إحنا ما عندنا أنا بالنسبة لي ما عندنا مشكلات مالية إحنا عندنا مشكلة تحديد الأولويات نعم فإذا أنا قدر تحدد شو هي الأولويات الموجودة ساعتها أقدر أحدد هل أنا في مشكلة أم لا جميل يقال إذا عرفنا وين المشكلة يعني كأني أنا حصلت نص الطريق إلى الحل معرفة السبب جزء كبير من حل المشكلة بالضبط فهل أنا فعلا في مشكلة أم لا كثير من الأسر مثل ما قال أخونا محمد كثير من الأسر ممكن هما ما يقدرون يحددون أولياتهم أو شخص عنده هوس بالاقتناء أو شخص عنده هوس بالتبذير فهو يخلق لنفسه مشكلة سواء كانت مشكلة مالية أو مشكلة نفسية أو مشكلة أسرية فبالتالي خلق المشكلة هذه تكون من داخل أفراد الأسرة وليس بسبب شح الموارد أو غلاء الأسعار أو أزمة اقتصادية عالمية بالتأكيد تعقيبة دكتورة عبير عن الأزمات المالية والمشكلات المالية وما تم التطرق له من قبل ضيوفنا الكرام يعطيكم العافية يعني أخونا كفوا وفوا ومعليهم ولكن بس أنا حابة أعطي تعريف سريع عن المشاكل المالية أو التعثر المالي يعني ببساطة أهو إخفاق الشخص أو الفر في أنه ينجح في إدارة حياته المادية وأزماته اللي أهو يمر فيها وأنه أهو ما يقدر يوفي بالتزاماته مثلا في إطار زمني معين لأنه ممكن أنه أهو ما يكون عنده مهارة التخطيط المالي وما يقدر أنه أهو يدير مثلا العائد الشهري اللي أهو يجي أو أي مورد آخر ممكن يأتي عليه فبالتالي يكون بالنسبة للمصروفات أكثر من الوارد عندها أو أكثر من الدخل فلذلك تنشأ هذه المشاكل وهذه المشاكل جدا راح تكون صعبة إذا هي كانت على المستوى البعيد لأنها موجودة ولكن ممكن نقول أن الأزمات الطارئة هذه تكون أرحم شوي لأنهم ماشين على مثلا ميزانية معينة عندهم ترتيب أولويات عندهم ملتزمين ولكن تحدث حالة طارئة هذه الحالة تسبب لهم مشاكل انتكاسات حلع فبالتالي يغيرون مخططاتهم المالية علشان أنهم يقدرون يمرون ويعدون هذه الأزمات صحيح إذن نتفق أن سوء إدارة الموارد المالية هو السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلات أستاذ محمد يعني هناك جانب نفسي كبير يمكن تتعرض لها أفراد الأسرة والأسرة ككل جراء يمكن سوء تصرف من أحد أفرادها سواء من المغالاة في التبذير عدم تقدير الأولويات ووضع الأولويات كيف يمكن أن تسبب هذه سوء الإدارة المالية تنعكس سلبا على زيادة حدة المشاكل بين أفراد الأسرة سوء الإدارة المالية سببها الأساسي عدم امتلاك مهارة إدارة الأسرة أساسا أنا في البداية ما عرف أتعامل مع الأسرة اللي أنا فيها في يومتي ضغوطات مالية أبدأ عاد أتوتر وأبدأ أضيح في التعامل مع هذه الأسرة لأنني في البداية ما أملك مهارة إدارة الأسرة كأنا كأب أو أنا كزوجة ما عرف أتعامل مع الأسرة من ناحيتين سواء كانت زوجة أو زوجة بعدين تأتي المشاكل عدد مهارتي أنا في إدارة الضغوط النفسية قد يكون الإنسان مثلا ضغوطها النفسية على حسب طريقة تفكيره والأشياء اللي يطلع لها في حياته قد يكون مثلا بعض الناس فيه ديون بس ما يعتبر هذا الشيء ضغط نفسي يتماشى معه ويمشي أموره معه ويتكيف معه قد يكون بعض الأشخاص ما عنده مشاكل مالية بس مجرد أن يفقد مثلا شيء هو يباهي مثلا هذا المنتج ما قدار يحصله فهم الضايق من هذا الشيء بسبب طريقة إدارته مثل ما قلنا في البداية مهارته في إدارة هذه المشكلة طريقة نظرته لهذه الضغوطات نحن عندنا ضغوطات خارجية وضغوطات داخلية ضغوطات الخارجية التي هي الديون المالية مثلا أو مثلا الشراء التبذير هوس الشراء مثل ما قال أستاذنا سلطان هوس الشراء الموجود عند الإنسان ضغوطات كثيرة هذه ضغوطات خارجية في عند الأشياء الأخرى هي ضغوطات داخلية استقبالي أنا لهذا الحدث استقبالي للديون اللي صارت تتركمت عليه استقبالي مثلا أنا مكن عندي عيال في المدارس فجأة صار عندي عيال في المدارس فأنا تشكيلي لهذا الضغط ورؤيتي لهذا الضغط هذه تشكل لبنى أساسية في بناء الخلافات الأسرية يعني يقول لك قبل أول ما تزوجنا كانت أمورنا طيبة من بدأ العيادة تخلو المدارس بدأ الضغط يزيد لماذا؟ لأن أساساً الأب والأم كان عندهم إدارة الضغوط مهارة إدارة الضغوط النفسية التي تعرضوا لها سواء كانت هذه ديون سواء كانت حياة وضغوطات مثلاً زيادة أبناء مثلاً أو عمل جديد ووظيفة جديدة حصلوا عليها فسبب عدم إدارة هذه المشكلة أو الأزمة هو عدم اكتساب مهارة إدارة الضغوط سيد السلطان يعني لو نتحدث عن أنواع الضغوطات المالية التي ممكن أن تضاف للأسرة مثل ما ذكر أستاذ محمد هناك ديون يمكن نادراً ما نشوف أنه شخص خالي من الديون في وقتنا الراهن فكيف نفصل الأمور الاتزامات المالية التي لا غنى عنها أو لا بد منها والأمور التي تعتبر بالأمكان الاستغناء عنها كذلك أقدر أجاوب على هذا السؤال من خلال تعريف الإسراف والتبذير الناس ممكن مبعرفين يفرقونه كثير ما بين كلمة الإسراف والتبذير التبذير هو أني أنا أصرف المال في شيء أنا ما أحتاج له المال الكثير في شيء أنا ما أحتاج له أما الإسراف هو أني أنا أصرف المال في شيء أنا أحتاج له ولكن بشكل مبالغ فيه على سبيل المثال أنا بحتاج للسيارة ولكن إذا اشتريت سيارة مثلا بمليون درهم أو مثلا نصف مليون درهم وأنا ميزانيتي ما تسمح لي فهذا يعتبر إسراف ولكن التبذير أني أنا مثلا أشتري خلنا نقول تحفة أو لوحة وأنا من أصحاب الذوء الدخل المحدود أشتري لوحة مثلا بخمسين أو مئة ألف درهم هذا يعتبر تبذير فبالتالي أنا كضغوطات مالية أنا يجب أني أنا أفرق ما بين الإسراف والتبذير في حالة طبعا أنا بالنسبة لي ولا وحدة منهم صفة محمودة خاصة في الوضع الحالي ولكن كرب الأسرة أو كإدارة المال في الأسرة يجب أول شيء نترك أو ننحي جانبا كل ما نعتقد أنه هو تبذير فبالتالي هذه أول خطوة الخطوات ممكن نحن ما نقدر نملك عصة سحرية على أساس أننا نخلي الأسرة تدير أموالها بشكل جيد ولكن التبذير هو صرف الأموال الكثيرة في أمور ما نحتاج له وأكبر مثال على ذلك في الوقت الحالي مع أزمة كورونا أو جائحة كورونا نعم اكتشفت كثير من الأسر أن الاحتياجات الموجودة عندها في البيت هي عبارة عن أمور نحن ما كنا نحتاج لها أو ما كنا نحتاج أن نصرف عليها بهذه المبالغ الضخمة فبالتالي هذه المبالغ كانت ممكن تفيدنا في أمور كثيرة أخرى مثل المدارس وإلى آخره الأمور التي نحن فعلا محتاجين لها النقطة الثانية التي هي الإصراف هو صرف مبالغ مالية في أمور نحتاج لها ولكن بشكل أقل أي أن أخذ هذه الأمور التي أنا أحتاج لها ولكن أصرف فيها مبالغ أقل بالطريقة التي تخدمني في حياتي وفي أسرتي ولأبنائي نعم في النهاية أنه يعني ما تشكل هذه الحاجيات لازم في البداية تكون أساسية وما يكون مبالغ فيها مثل ما ذكرت وما يأثر على الأسرة ما يأثر على استقرار الأسرة لأنني أنا ما بقصر معهم في شيء أساسي صحيح دكتورة عبير يعني برأيك هل تؤثر مثل هذه السلوكيات الغير مدروسة خلنا نقول من أحد أفراد الأسرة على حدة المشاكل ما بين الزوجين طبعا أكيد ما شاء الله هما تكلموا في أشياء جميلة كثيرة لكن بس حابة أضيف نقطة إن في البداية لازم تكون المصارحة ما بين الزوجين إمكانياتي شنو بالضبط نحدد مثل ما قلنا أولوياتنا في أشياء اسمها احتياجات أساسية من مأكل من ملبس من دراسة مثلا أشياء تتعلق بالصحة هذه الأشياء تكون أساسية ولكن في أشياء كماليات أو رفاهيات مثل ما قالوا أخواني الأفاضل وتكلموا إنه ممكن يكون في أبي سيارة وين المشكلة أن أنا في بداية حياتي أيب لي سيارة على قدي إن أمشي فيها وبعدين أقدر جدام لما أخلص الأشياء التي عندي المالية والالتزامات يأيب شيء آخر أيضا في بنود كثيرة مثل مثلا الهدايا يعني في مثلا في المجتمع خصوصا النساء أنها تروح عرس لازم كل مرة نفنوف جديد يعني فستان جديد أو جنطة جديدة كل مرة مثلا لازم يروحون هدايا كثيرة علشان أنا أكون أحسن من فلانة فلانة مو أحسن مني في أشياء جميلة إحنا ممكن نسويها مثلا كأسرة على سبيل المثال في أنه أنا أقدر أروح لأنه في كثير من النساء مثلا يضغطون على أزواجهم يضرون لهم أنا أبي أروح ولازم يكون عندي شيء ذو قيمة علشان أنا مو أقل من الآخرين وتبدأ المقارنة المقارنة هذه جدا صعبة ما بين زوجي ما بين زوجي فلانة وعلانة لأننا إحنا أسرة وحدة يعني رب العالمين يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة لذلك من الوسطية ولا بد أن أكون عارفة إمكانياتها وأنا أعطي الدعم وما يكون عندي ضغط على أي شيء في حياتي لأن بيتي فيها الملك والملكة وعندي أولادي فلازم يكون أيضا حتى الأولاد لازم أن أنا أشاركهم معي وأعرفهم إمكانياتي وما أخليهم يضغطون علي بالتأكيد جميل يعني لو صار مثل هذا التفاهم ما بين الزوج والزوجة على هذه الأمور وتفهم إمكانيات الطرفين لكن مثل هذه الضغوطات وخاصة الديون بشكل غالب يعني تكون على رب الأسرة غالبا ونحن عندنا يمكن في مثالنا المحلي نقول مدريولك على قد الحافق لكن الظاهر أن البعض يعني يتعدى هذه الأمكانيات فتتراكم على رب الأسرة هذه الديون كيف يعني مما يسبب أكيد القلق والتوتر والضغوطات فكيف يعني تؤثر هذه تراكم الديون نفسيا والقلق أيضا بالتأكيد كنتيجة كيف ينعكس على الأسرة من الناحية النفسية طبعا إذا نحن ينقيم الدين أو طريقة نظرة الإنسان للدين الدين هو شيء يورث لك القلق النفسي يخليك ما تعرف تتعامل مع الناس يخليك ما تعرف تأدي يومك أو ما تعرف مثلا تمارس حياتك بشكل طبيعي الإنسان اللي تعرض للديون دائما إنسان تحت ضغط نقول تحت ضغط نفسي عالي جدا الإنسان هذا دائما عنده أداءه الوظيفي أقل من الآخرين لأنه من شغل فتركيزه مش عالي تركيزه على الوظيفة اللي أمامه تركيزه عليها أقل بسبب تفكيره دائما في الدين دائما الإنسان يكون عنده تركيزه عالي على فكرة معينة مغلقت لنا وشغل باله يكون تركيزه على الأمور الأخرى أقل بكثير إذا تتعدى حدود الأسرة لتصل إلى الوظيفة وتصل إلى الوظيفة تصل إلى إنتاجية تصل إلى تعامل مع المجتمع تصير نظرة للمجتمع أنه عليه ديون فهو أقل من الآخرين أقل من الآخرين من ناحية العطاء أقل من الآخرين من ناحية المركز الإجتماعي أقل من الناس من ناحية تعامل مع الآخرين فتبدأ المشكلات الأسرية وتبدأ المشكلات 탐 Benimك المشكلة هذه بما يسمى الأسقاط في العالم لأن يسقط المشاكل هذه على الزوجة أو على الأبناء سنتحدث عن هذه النقطة أستاذ بشكل مفصل أكبر لكن نستأذنكم في هذا التقرير مشاهدين نعم للتدبير لا للتبدير شعار يجب أن يكون علامة فارقة في حياتنا الأسرية خاصة بعد أن دق ناقوس انذار أهمية الترشيد في الاستهلاك بعد أزمة كورونا في هذا الإطار أعددنا لكم هذا التقرير مع تفشي جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي في الصميم بات لزاماً أن نسأل كيف تستطيع الأسرة أن تتجه نحو ترشيد الاستهلاك اللي تصمد مدة أطوله التدبير هو قائم على الاكتفاء الذاتي مبدئياً واللي ساعد على هالاكتفاء الذاتي هو الانتاج الزراعي العمل بالزراعة إضافة على أنه المرأة ما كانت تطلع إلى سوق العمل بالمجتمعات المعاصرة تحولت هالأسرة إذا بدنا نسميها هالمؤسسة إلى أسرة استهلاكية بالدرجة الأولى يعني صار عندنا مداخيل أكتر للأسر إضافة على أنه المشكلة مش بس من الأسرة المشكلة من المجتمع وهو سهل كتير وعطاني كتير تقديمات وتسهلات كقروض كتقسيات يعني قدم كل التسهلات للأسف لحتى الأسرة توقع بفخ التبذير والأسرة تصل البطالة في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات فلا بأس أن نتطعذ من أسلوب حياة أجدادنا لازم نغير بنمط حياتنا وأغلب أفراد الأسرة لازم يضامنوا على حسن التدبير والتوفير مش البخل مثلا كيفية صرف الأموال داخل المنزل بشكل اقتصادي عدم رمي الطعام لأنه فينا نرجع نستعيد استعماله بطرق مختلفة عنا المونة من رز وسكر وطحين كيف نقدر نحافظ عليها لمدة أطول بقلب البيت بأنه نحط بقلبها عدين قرفة تبقى لوقت أطول ما نضطر نكبهن وينتزعه مثلا عندنا إعادة تدوير تياب قلب البيت وكثير من الأشياء فينا نرجع نصلحها ونعملها تدوير ونرجع نستعملها تشير الدراسات للأسف إلى أننا نستهلك غالبا ما لا نحتاجه ورغم أسعي الشركات المنتجة الضخمة لإبقاء الوضع على حاله علينا أن نكون أكثر وعيا لمصلحة جميع أفراد الأسرة حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وأجدد لكم التحية وأجدد تحية كذلك لضيوفي الكرام أستاذ محمد كنا نتحدث عن عملية أسقاط الضغط والتوتر والغلق على أفراد الأسرة جراء تراكم الديون نحن قلنا في البداية في بداية الكلام قلنا الإنسان اللي ما يملك مهارة إدارة الضغوط يترتب على هذا أمور كثيرة أمور نفسية أمور اجتماعية أمور أيضا مالية عند الإنسان بسبب تأثيره وطريقة تفكير على الدين اللي عنده مثلا لو نضرب مثال السادة المشاهدين السادة بعض الأخوة مثلا يقول لك أنا علي دين فأنا أحس أن أدائي الوظيفة مش هذاك الأول لماذا؟ لأنه مثل ما تفضل السادة السلطان أخذ سيارة ليس لازم يأخذها ليس مستوى مثل ما قلنا عن الثوب ليس مدريولة على قد الحافة فأخذ شيء أعلى من مستوى فصار ما أخذ السيارة برفاهية حتى ما أعرف يستمتع بهذه السيارة لأنه صارت عليه ديون كثيرة جدا صارت عليه تراكمات ومسؤوليات صارت عنده طلعت له مشكلات أخرى فصار تركيزة على هذا الدين كيف يقدر يسد هذا الدين صار عنده قلق خلنا نقول اجتماعي بسبب الخوف من هذا الدين القلق أنه كيف طول اللي يفكر كيف نقدر يسد هذا الدين فبالتالي تبدأ طلبات الأسرة تبدأ الزوجة تطلب أشياء معينة لا يقدر يلبيها طلبات الأبناء يبا يلبي طلبات الأبناء لا يقدر فبالتالي عيش فيه دوامة من الضغط النفسي اللي تؤدي في النهاية إلى الاحتراق النفسي اللي هو يخلي الإنسان لا عنده هذا الحماس في العمل مثل أول لا عنده التفكير في الأهداف مثل قبل خلاص أنا بشتغل بداوم مثل مايبون وبخلص شغلي وخلاص ما أريد أهداف ما أريد إنجاز ما أريد أوصل لشيء بسبب وصوله لمستوى الاحتراق النفسي أستاذ سلطان يعني أستاذ محمد ذكر نقطة مهمة وهي يعني أن الشخص لما يأخذ شيء فوق طاقته يتوقع سعادة فمن وجهة نظرك أستاذ سلطان يعني نوضح لأستاذ المشاهدين هذه المعادلة كيف تصير نعم أنا وائد أشكر قناة الشارقة لأنهم هم يوضحون هذا الشيء لأستاذ المشاهدين وللجمهور لأن للأسف الشديد الجمهور الآن ينظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهذه بروحها قصة طويلة أن كيف نحكي للناس أن مشكل واحد طلع في وسائل التواصل الاجتماعي يبين أنه عنده أموال أو عنده سيارات أو عنده إكسسوارات أو إلى آخره أنه هو إنسان سعيد نعم وللأسف كثير منهم كانت سعادتهم مزيفة صحيح فبالتالي الجمهور يحتاج إلى وعي من خلال قنواتنا من خلال برامجنا أن هذه السعادة يا أما غير حقيقية أو إنها مؤقتة اقتصاديا أنا ما أنصح أيحد ياخذ دين من البنك رغم سهولة الأخذ من البنوك للأسف هاي الأيام سهل جدا أي واحد موظف أي واحد عنده أي راتب يقدر ياخذ ديون لا أنصح أيحد ياخذ دين للصرف ولكن للاستثمار ممكن ولكن في حالة أن شخص يكون عنده خطة مدروسة عارف الأخطار اللي هو عارف مثلا يدخل في هذا المجال ممكن ساعتها ياخذ دين ويكون يعني مبلغ بسيط يساعد لكن أني أنا آخذ دين علشان أشتري سيارة استهلاك أسافر استهلاك حتى الزواج يعتبر استهلاك فبالتالي الديون بالنسبة لي ممنوعة تماما على الأسرة إذا كانت الأموال هذه للاستهلاك فقط أنه لا يكون هناك عائد من هذا الدين بالضبط نعم بالتأكيد دكتور عبير نتحدث عن هذه المشاكل التي تعصف بالأسرة خصوصا في الجانب المالي وكيف أن الخلل المالي في الأسرة ينعكس بشكل كبير على استقرار الأسرة وأمانها لكن لو كان أحد أفراد الأسرة وخلل نقول رب الأسرة هو العاطل عن العمل كيف يمكن أن يتسبب بزعزعة هذه الأسرة وزعزعة استقرارها كذلك؟ سؤال جميل يعطيتش العافي بس أنا حابة أوضح نقطة صغيرة تطلع أتكلم في هذه النقطة مد الحافي على قد ريولك معلش هي برمجة سلبية خاطئة شوي إحنا دائما نقول مد ريولك على قد الحافي طيب ما أنا وأنا صغير كان الحافي على قدي أنا كبرت فمحتاج الحافي أكبر وين المشكلة أنه أنا أسعى وأنني أنا أشتغل وأجيب الحافي ناسبني حمد فموح على فكرة في رضا وفي قناعة وفي كل شيء ولكن أطمح إلى الأفضل النقطة مهمة بعد أن في ناس كثير تربط سعادتها على أن أنا علشان أكون سعيد إذا كان عندي بيت إذا كانت عندي زوجة إذا كان عندي سيارة فأنا برمجت نفسي أن أنا أي نعمة من نعم رب العالمين الكثيرا اللي حولي ما رح أستشعر وجودها ولا طعمها ما لم يكون عندي الفلوس فأيضا هذه برمجة سلبية خاطئة بالنسبة حق الشخص اللي يكون عاطل وخصوصا رب الأسرة ما في مشكلة أنه يكون طبعا لأنه رب الأسرة هو قاعد يشتغل وقاعد يجتهد ولكن ممكن يحدث جرب مثلا مثل الوقت الراهن اللي حاصل مع جائحة كورونا أنه مثلا في تسريح الناس كثيرة فيه كذا فمثلا يقعد بالبيت ما في مشكلة أن الزوج مثلا يقعد في البيت أقدر أساعده شهر شهرين ثلاث أنا ما عندي مشكلة ولكن رح يكون هناك خلل أولا طبعا ما عندك مهارات عندك تليفونك عندك النت لا تقول أنه أنا عاطل عن العمل أنت عندك أشياء كفيرة ممكن تسويها فما في حجة أنه أنا ما أقدر أروح لا أنت تقدر حلو أن المرأة تساعد زوجها وتشيلها ولازم تدعمها وكل شيء بس علشان القوامة وعلشان الاتزان فأنا أساعده وما أخليه يتكاسل ما أخليه يتواكل لأن على فكرة فيه ناس كثير عندهم مكاسب ثانوية من مثلا أني أنا يكون عندي معاناة وأنا مو محصل الشغل وكذا وأكسب تعاطف أسرتي والناس يعطوني أمي أبوي يدي يدتي فأشوف أن أنا المبالغ اللي أنا قاعد أحصل عليها لأنني قاعد عاطل في البيت أفضل أن أنا أروح الوظيفة وأتعب وييني راتب أقل فيكون عالى على هذه الأسرة الكبيرة أكيد أكيد ولكن إحنا لازم نشيل بعض لأنه في دربات في حياتنا لازم تصير وهذا شيء منطقي وطبيعي جدا ولكن مو هذا ديدا الأسرة لا طبعا أكيد بالتأكيد يمكن الأصل في القوامة للرجل فإذا خلنا نقول بفعل أنه كان عاطل عن العمل تتحول المرأة أو الزوجة هي من تقوم بهذه الأسرة بالتأكيد هذا الشيء يمكن يولد نوعا ما من التوتر في هذه العلاقة يمكن ينعكس بشكل يمكن عنيف على الزوج أو الزوجة من جراء التسلط كيف تؤثر هذا عدم التوازن في منظومة الاقتصاد للأسرة على استقرارها غالبا في المجتمع أنه يغلب علينا دائما النظرة الذكورية في الحياة أن الرجل هو الذي يكون مسؤول عن البيت وهذا طبعا في ديننا لكن إذا صار العكس صار عندنا مرأة هيلة مثلا عندها المصروف والرجل عنده أقل كيف نتعامل من الناحية النفسية أنا أقول هذا يحكم عليه لا نقدر نلبس الناس كلها ثوب واحد كل إنسان له ثوب كل إنسان له شيء ناصب لكن إذا قلنا حسب شخصية الزوجين إذا قلنا مثلا الزوج كان عاطل عن العمل لكن ثقته بنفسه عالية والزوجة ثقتها بنفسها أقل شخص الذي ثقته بنفسه أقل دائما يحب يدور على الشخص الذي طمنه مثلا هي تدفع من فلوسها لتحصل على الإطمئنان وثقتها بنفسها عالية ‫إذا فقد القوامة ما تأثرفه لأن الزوجة ثقتها جدا με tratة هنا يتكاملون الزوجين لو كان الزوجة ثقتها جدامة إن الزوجة ثقتها جداً عالية يبدأ الصراع على السلطة يبدأون بنفسها أنك هذا إذا كان الزوج ثقته بنفسها ضعيفة وزوجة ثقتها بنفسها ضعيفة هني حتى في الناحية المادية أو حتى من ناحية الصرف من وكان لها القوامة لابد نفسيا من تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة عشان تسير هذا المنزل بالطريقة الصحيحة. هل يتولد العنف جراء هذا الخلل؟ يتولد العنف حسب شخصية الطرف الآخر. قد يكون الطرف الأول مثل ما قلنا ثقته بنفسه عالي لا يحتاج تطمين من الطرف الآخر فبالتالي هو مرتاح مع هذه الزوجة حتى لو وأنا شاهدت عدة حالات مرت علي أن زوجة تكون ثقتها بنفسها متوسطة. دعنا نقول. والزوج ثقتها بنفسها عالية. فهي تقول أنه يكفيني وجوده معي. يكفيني أنه مهتم في العيال. هو ليس مهتم في العيال في الحقيقة. فيه خد دامة موجودة. لكن هي اللي يدامه. وهي اللي تحصل الناحية المادية. هو موجود جالس في البيت. لكن هي يكفيها وجود هذا الزوج. فنغطي هذا بغطاء نحن نسميه الحب. متى تصير مشكلات؟ لما يكون ما فيه توافق في الشخصية أساسا. ما فيه تكامل بين الزوجين. إذا كانوا زوجين مخذين بعض على أساس أن أنا يعني عرفت هذا الزوج. عرفت شخصية هذا الزوج. عرفت أنا شو أبغي. أنا ليش متزوجة أساسا كمرأة. أو أنا ليش متزوج كزوج فأخذ الطرفين يكون في بينهم تكامل. حتى لو كان في بينهم اختلاف. حتى المشكلات المالية ما تأثر عليهم بالشكل الكبير. والله صراحة نتمنى أن يكون هذا التكامل والتكاتف للعبور من هذه المشاكل. يعني أستاذ سلطان هذا الموضوع يمكن وهذه المشاكل تقودنا إلى ثقافة الأدخار. نتحدث عن ثقافة الأدخار وكيف يمكن أن تكون فيها الحل وفيها وسيلة العبور من هذه المشاكل. ثقافة الأدخار تبدأ من الصغر مثل ما يقولون. بالنسبة للأسر حاليا أغلب ملاحظاتي أنه ما عندنا ثقافة الأدخار. لسبب أو لآخر. لكن غالبا بسبب رغبة الأسرة. سواء كان رب الأسرة أو الزوجة أو الأبناء بأنهم يكونون في مستوى أعلى بكثير عن المستوى الذي هم موجودين فيه. ثقافة الأدخار. دعنا نبدأ أول شيء من عند الأبناء. ثقافة الأدخار تكون من خلال ثلاثة طرق. الطريقة الأخرى الأولى هي الطريقة الشفوية أن الأب يلقن الأبناء عن كيفية الادخار. ما هي الميزانية الموجودة؟ ما هي الميزانية المطلوبة صرفها؟ أو ما هي الميزانية المطلوبة ادخارها؟ النقطة الثانية هي عملية المضاهى أو التقليد. حينما ترى الفتاة على سبيل المثال أن أمها تدخر هذه المواد أو الموارد تقوم مثل الأم تقوم فيها. الأبن حينما يرى الأب عنده ثقافة الادخار يقلد. يوما ما يقلد. الطريقة الثالثة هي أن أخلي الأبناء بنفسهم يجربون هذا الادخار. يعني أنا مثلا أعطيه مبلغ أقول له هذا المبلغ أنت عندك عدة خيارات واحد، اثنين، ثلاثة. أنت جرب وأنت شوف كيف قرارك هل بيكون صح ولا لا. حتى لو غلط على الأقل من الصغر يغلط أفضل مما أنه بعد ما يكبر يغلط. نحن عندنا في قاعدة اقتصادية تسمى قانون باركنسون. القانون هذا يقول أن الإنسان كلما زاد دخله كلما يزيد صرفه للمال. للأسف هذا عندنا. يعني نحن نشوف مثلا الطالب عندما يتخرج من الجامع يحصل على وظيفة دعنا نقول راتب 20 ألف. يصرف 20 ألف. بعد 10 سنوات صار راتبة 40 ألف يصرف 40 ألف. في كل الأحوال هو ما يدخر شيء. أغلب المراجع الاقتصادية تقول أن أقل شيء من الموارد أو المادية الشهرية التي تدخل عندنا أقل شيء من 10 إلى 15% يجب أن يدخر يعمل الاستثمار أو لحالات الطوارئ. إذن هذه النسبة يجب أن تكون ثابتة؟ أقل شيء من 10 إلى 15% حسب كمعدل للمراجع التي اطلعت عليها. بالتالي هناك ناس يقول لك لا أنا لا أقدر أدخل. ممكن يلجأ إلى البنوك بعض البنوك تساعد على هذا الشيء. بعض الشركات تساعد على هذا الشيء. أو ممكن بعض مدربية تنمية البشرية يساعد الموظف أنه كيف يدخر. في هذه الحالة إذا صار عنده حالة طارئة أو مثلا أزمة مالية هو ما يخاف. مثل ما قال أخونا محمد ما بيأثر علي نفسيا لأنه عنده باك أب عنده فيه شيء يسنده عنده مبلغ متدخل يحسب الأطمئنان يعني بالضبط. فبالتالي هو ما بيبدأ يكون قلق نزل الراتب ما نزل الراتب زادت الأسعار صار عندنا ضرائب لا هو ما عنده مشكلة لأنه دائما عنده شيء يسند و يحميه بالتأكيد خلنا نقول إدارة أزمات بالنسبة للأسرة وأنه يكون مثل الخطة البديلة موجودة في حال سمح الله تعرضت هذه الأسرة لأي طار دكتور عبير نتحدث عن فن الأدخار وثقافة الأدخار وكيف أن يجب أن ترسخ أيضا في الأبناء جميل صحيح إنه إحنا صغار المفترض إنه إحنا نزرع في أبنائنا هذا الشيء أنا وأولادي صغار كنت حطت لهم حصالات إن كل واحد عنده إن شاء الله خمسين فلس أمية فلس ويحط داخل هذه الحصالة طبعا جزء من في الحصالة هذا يروح يعني كصدقة أو يروح أو يساعد فيها أي أحد علشان أعلمهم العطاء وكيفية العطاء وأنه شلون ممكن يعني مثلا يستغل هذه الأموال وأيضا شيء ثاني إن أنا ممكن أعلم إن أنا عطيتك هالكثر أو مثلا أنت جمعت عيادي هالكثر أنت ممكن تستخدم منهم شيء أنت تيبة حق نفسك مو شرط أن أنا مثلا أنت تبي مثلا آيباد أو أنت تبي بايسيكل أو شيء أن أنا أيبة كام لا أنت ممكن تقول لي تشان عندك مثلا بالحصال وأنا أحط لك الباجي أيضا ممكن أنا في يوم من الأيام حتى ولو لم أكن أنا أبي منها شيء ممكن أروح حق محمد وحسن اسميلي عليهم من حين أهم مهندسين كبار كنت أقول حبيبي ممكن تسلف ماما مثلا إن شاء الله دينارين ثلاث لشان أعلمهم أن هذا شيء لازم يعطيني لأن المشكلة وين أن الأم والأبو دايما يقولون حق أولادهم لا حبيبي هذا حقك لا إحنا ما نبي شيء ففي سيكولوجية العطاء السلبية والإيجابية فبالتالي لما دايما أنا أقول لا أنا ما هذا كل حقك كل حقك طيب وين بر الوالدين مرات أنا لما أكبر وأحتاج ما أحصل لو أهو أعطاني شيء الحين مثلا توظف وياب يعطيني شيء من معاشا أقول حبيبي شكرا وآخذ منه ممكن أوفيا لو أعطيه بطريقة أخرى بس علشان دائرة العطاء ممكن أيضا وأهم صغار لذلك أعلمهم أيضا إنه ممكن لما نييد مثلا هدية حق مثلا صديق إحنا ممكن كلنا في الصف بدل ما أنا أي شيء وهو شيء إحنا ممكن نحط كلنا شيء حتى في الأسرة مثلا ونقدم هدية ذات قيمة مشاركة فيما بيننا أيضا استقطاع بالنسبة لي مثلا جزء من الراتب وأحط مثلا في أكاونت آخر مثلا في البنك حساب آخر ولو شنو ما صار ما أي صوبة إلى أن يأتي الوقت على شأن أن مثلا أقدر أستخدم فالتقافة هذه موجودة نعم بالتأكيد إذن ثقافة الأدخار يجب ترسيخها في الأبناء من دون عومة أظافرهم نحن إن شاء الله بنسترسل معاكم في هذا النقاش لكن نستأذنكم أيضا في هذا التقرير مشاهدين إدارة الإنفاق في الأسرة يقيها من الوقوع في براث المشاكل المالية المعقدة بل ويجعلها تتصدى للأزمات المالية العابرة بجلد وحكم دعونا نتابع هذا التقرير سويا عن الوقاية من المشاكل المالية يعتبر تنظيم النفقة في الأسرة أحد أهم عناصر الاستقرار الاقتصادي إذ يشكل التنظيم المادي لدخل الأسرة ركنا أساسيا في بنائها وتطويرها وتفادي الكثير من المشاكل فيها والحفاظ على السلامة بنيتها وأدائها الوظيفي في المجتمع الإسراف الإسراف والتبذير والارتجال في الصرف أو الاتكالية وعدم البحث عن مصادر كافية للرزق لسد احتياجات الأسرة أسباب تعود على اقتصاد الأسرة بالسلبية والتدهور وبالتالي تتأثر مقومات الحياة الأسرية جميعها وتنشأ المشكلات والخلافات التي تضر بالأسرة إذ يعتبر الإنفاق بحكمة وتدبير وترشيد الاستهلاك في الأسرة أمرا هاما فهو أحد أساسيات نشأة أسرة سليمة في المجتمع القناعة كنز لا يفنى فالمسرف لا يشعر بالراحة النفسية ولا يقتنع بما لديه فالعمل بتدبير وتنظيم ينتج عنه أسرة تحظى بالعيش الكريم في المجتمع أحياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الاجتماعي الأسري وأسرتنا وأجدد التحية كذلك بضيوفي الكرام كنا نتحدث عن ثقافة الأدخار والإدارة المالية أزمة كورونا التي يمر بها العالم يمكن علمة الأسرة يعني درس خلنا ما أنا بنقول قاسي ولكن درس أجباري في فنون الادخار وفنون معرفة مثل ما ذكرت أستاذ سلطان ما هو المهم وما هو الأهم كذلك ولكن هل يجب أن تمر الأسرة بأزمة كي تتعلم كيف تدير أولوياتها المالية السؤال أنا بالنسبة لي هل هي تعلمت الأسرة نعم أنا أتفق معاك نعم ولكن ماذا بعد كورونا هل مثل ما يقولون بترجع حليمة لعادتها القديمة أم سنظل كما نحل أعطيتك مثال أختي علي بالنسبة مثلا للأفراح أو بالنسبة لحفلات الزفاف نعم الآن بدأت الأسرة الإماراتية خلال الثلاث أشهر أو الأربعة أشهر اللي ضافوا تقوم بحفلات خلنا نقول متواضعة مصاريف متواضعة جدا لحفلات الزفاف لم يتوقف الشاب الإماراتي عن الزواج ولم تتوقف الشاب الإماراتي عن الزواج ولكن هل سيستمر هذا الشيء بعد كورونا هل نعمل هل يكون عندنا هذا الوعي أن حتى لو فتحوا صلاة الأفراح حتى لو الأمور رجعت كما هي إن شاء الله ترجع الأمور أفضل مما كانت ولكن هل هذا الشيء بيستمر أم لا هنا المخاوف بالنسبة لي أن يجب أن نتعلم ونستمر في التعلم ونستمر بما عرفناه في المجتمع لأن يعني اتضح لنا أن الأمور الفارهة التي كانت عندنا والتي صرفنا عليها أمور كثيرة لم نفعتنا قاعدنا في بيوتنا شهور لم ينحن دواماتنا لمدة شهور صارت الأمور الفخامة الكبيرة التي كنا نصرف عليها فوق طاقتنا المادية لم نفعتنا بشيء الآن بعد كورونا من وجهة نظري يجب أن نتعلم هذا الدرس ودائما هذا الدرس نضعه أمام أعيننا كجمهور وكأفراد وكأسر للاستمرار بهذا الشيء كيف عن طريق تكاتف المجتمع المجتمع يجب أن هو يحافظ على ما تعلمه الآن لكي تكون عندنا استمرارية في الحفاظ على الأسر لأنه بصراحة أنا بشخصية تفاجأت من تفاعل الناس قبل أربعة أشهر كنت أقول حق الناس كنت أقول هل تعتقدون أن الفتاة الإماراتية بتقبل الآن أن هي تتزوج بدون حفلة غالب الناس كانوا يقولون لا 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 نحن لا نظن هذا الشيء صحيح أنا كنت أسكت كنت أحتفظ برأيي بنفسي ولكن اكتشفت أن لا الأمور التفكير تغير يعني أنا أتمنى شخصيا أن الأمور أو الدروس هذه نحتفظ فيها للمحافظة على الأسر الإماراتية بالتأكيد دكتور عبير تعقيبت على موضوع أزمة كورونا وكيف غير من نمط وإدارة المال في الأسر هي الناس طبعا أنماط في ناس تعلمت في ناس لا ما تعلمت بعدها لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ففي ناس سورت المحنة منحة والعكس صحيح فبالتالي كل واحد يكون عنده استعدادة شمي استعدادة الداخل واستعدادة الخارجي زائد دايما أنا أقول أنا من أعطي للأشياء قيمة وليست الأشياء هي ما تعطني قيمة ولكن نرتب أولوياتنا مرة ثانية نشوف شالأشياء اللي إحنا محتاجينها بالفعل وشالأشياء اللي هي ممكن تكون كماليات أنا ممكن مثل ما تفضل أستاذ محمد وقال أنه أنا ممكن أسوي عرص خل أسوي عرص متواضع والآن يسوون أعراس مرات يحطون مثل ما إحنا متواصلين الآن عبر الشاشات يسوون نفس الشيء فبالتالي الفرحة جميلة الفرحة ما رح يوقفها شيء إذا أنا أبي أكون سعيد فأقل الأشياء رح تسعدني وما أعلق أخطائي أو شيء على الآخرين وأقول هذه شماعة إن شاء الله كلنا نستفيد من هذه الدروس وإن شاء الله الله يحفظنا جميعا ويزيح هذا الوضع إن شاء الله يمكن هذا الجانب الإيجابي لخلنا نقول الكورونا وكيف أن نساعد على تدارك يمكن الأمور المالية ولكن يمكن هناك العكس في بعض الأحيان أن الجلوس في المنزل والتفرغ يساعد على يمكن الشراء والتبذير والإسراف يعني بشكل كبير لو نعطي لسادة المشاهدين مثل دروس أو وصفة لإنقاذ أمورهم المالية وإدارة الأسرة بشكل سليم نحن نستفيد من شعوب العالم من خلال تجوالي ومن خلال تعاملي مع شعوب العالم حبيت أني أنا ألاحظ أو أستشف ليش نحن عندنا الحمد لله خير بلادنا ما قصرت معانا ولكن كثير من الناس يشتكون من المشاكل المادية بينما هناك دول أخرى يمكن مردودهم المال يمشي كثير لكنهم ما يشتكون بالقدر الذي نحن عندنا طبعا واحدة منهم مثل ما أنتو ذكرتوا الديون ولكن اعتماد الإنسان على نفسه خاصة إذا هو كان في صحته هاي يمكن تكون من الوصفات ما أقول أن هي سحرية ولكن من وصفات المجهولة اللي كثير من الناس يستهين فيها على سبيل المثال الإنسان ممكن يستطيع أنه يقوم ببعض الواجبات المنزلية يستطيع مثلا يقوم ببعض الإصلاحات أو الخدمات اللي ممكن يقوم فيها بنفسه بدل ما أنه يطلب من طرف آخر علشان يصرف فلوسه عليه مع مرور الوقت بيحس أن المبالغ اللي هو صرفها في الخدمات أو السيرفزز هذه مثل غسل السيارات أو التنظيف أو إلى آخره بيتفاجأ في نهاية الشهر أو في نهاية الربع سنة أن هذه المبالغ كانت كبيرة جدا هو كان يصرف عليها فبالتالي هاي وحدة من الوصفات البسيطة اللي أنا شخصيا أنا كسلطان يعني أمارسة في حياتي بكل اقتناع نعم مش فقط من الناحية المادية حتى من الناحية النفسية أنا أستمتع بإني أنا أقوم الأمور بنفسي طالما أنا في صحتي وهذا الشيء أيضا الواحد لازم يعلم فيه أبناء مش الموضوع موضوع أن أنا هذا مستوي أو هذاك مستوي ونحن نتألم الحمد لله من شيوخنا يعني شيوخنا وقادتنا كثير من الأمثلة يعطونا أنهم أيضا يقومون بأمور بسيطة ترى هذا مش عيب أن الإنسان يقوم بنفسه مش عيب أن المرأة هي اللي تقوم ببعض الأمور في منزل مش عيب أن الأبناء يقومون بهذا الشيء وهذا الشيء لحطه في ثقافات كثيرة في العالم وياريت نحن نتعلم منهم أستاذ محمد يعني لو نوجه لأستاذ المشاهدين نصيحة ووصفة من الجانب النفسي كيفية التعامل مع هذه المشكلات والأزمات يعني للمرور بشكل سليم من خلال هذه الأزمات أكيد عشان نعطينا الصيح للوقاية من هذه المشكلات قبل أن نقول مثلا كيف نقدر أحلها لازم أن أسوي لي وقاية في البداية أقيم نفسي من هذه المشكلات كيف؟ أول شيء أنني لا أعيش دور غيري لا أتقمص شخصية غيري مثلا أفلان سوي أنا لا أريد أفعل أفلان عندها أنا لا أريد أن يكون عندي نحن لدينا إشكالية في مجتمعنا أن نظرة للآخرين نظرة للخارج وليس للداخل مظاهر الخارج دائما يقول لك كل اللي تحب وألبس اللي يحب الناس لا كل اللي تحب وألبس اللي تحب دائما خل عندك شخصيتك الخاصة فيك دائما خل عندك نمط سلوبك الخاص فيك لا تقتمص يعني شخصيات الآخرين لا تكون مثل الآخرين لازم تكون مثلهم الله سبحانه وتعالى شكرا في القرآن والله فضل بعضكم على بعضهم في الرزق فكل واحد لها رزقة كل واحد لها حياته كل واحد لها طريقته كل واحد لها سلوبه في التعامل مع الحياة ومشاكلها فلا نكون مثل الآخرين ولا نقلدهم الشيء الآخر دائما نركز على الوصول لمرحلة اللي هي الموقف الإيجابي أنك دائما أنت في حالة من الرضا عن رب العالمين في حالة من الرضا عن الحياة اللي أنت فيها في حالة من الرضا عن الحالة المادية اللي أنت وصلت لها في حالة من الرضا عن نفسك في حالة من الرضا عن أبنائك عن عائلتك الشيء الآخر أيضا التركيز على تربية الأبناء بالطريقة العلمية مش بالطريقة اللي نحن تعودنا عليها أو والله مثلا أنا أهلي يا ربوني بهذه الطريقة فأنا أربي عيالي بنفس الطريقة هذه الطريقة خاطئة نحن في مجتمعنا مختلف عشان أربي عيالي على ادخار مثل ما تفضلت الدكتور الله يحفظها تقول أن لا بد أن أركز على أبنائي من ناحية لكن كيف أبني ثقافة الادخار من ناحية نفسية أن أعطي الطفل حرية الاختيار أعطي الطفل حرية إذا يريد ادخار أو لا أعطي الطفل تحمل مسؤولية من البداية و لا أقمع الطفل في بدايته نظن أن مصلحة الطفل مهتمين فيها أكثر من الطفل نفسه و لا نخلل الطفل أنه لا يعبر عن رأيه لا ينقد لا يفكر حتى لا يخطي نبقى طفلنا ملائكة فبالتالي يبدأ بعض الأشخاص طريقة تربيتهم هذه ينشأ الطفل دائما مضغوط إذا كانت الأم قلقة في الإدخار و من نوع الذي تصرف الدرهم بالغصب الطفل مضغوط يكون فيوم يخرج من هذه الأسرة و يصير عنده راتب يبدأ عاد ينفجر ماليا ينطلق بشكل عكسي و كانت تبع لها شيء طيب لا بد أن نكون متزلين من هذه الناحية في طريقة الإدارة جميل جدا دكتورة عبير نصائح ختمية نوجهها لسادة المشاهدين بهذا الصدر إن شاء الله بالنسبة طبعا أكيد ترتيب الأولويات أكيد أن أنا أبطل الاستدانة وأبطل الأقصاد وأعيش على قدي وحلو أن أأييب شيء شيء من أخلص من شيء أيب شيء حتى علشان يكون الأشياء طعام أنا لما أأييب الأشياء هذه مرة واحدة وبعدين أحط أقصاد علي وأروح أنا طول اليوم قاعد أشتغل وياي وحتى مو قادر أتمتع بالأشياء اللي أنا يبتها بالأقصاد فأنا أضع لك هالي وايد أشياء زائد أيضا التخطيط المالي في شيء اسمه تخطيط مالي قصير المدى وفي طويل المدى قصير المدى في أني أنا أحط أولوياتي في أني أنا أحط لي لستة أقل لما حتى أروح الجمعية ما أروح أيب أي شيء أخطر على بالي لأ أنا في لستة أنا متزم فيها مثلا ومستراض أني أنا أيبها أقسم مثلا كروسي مالة الشهر على أولوياتي الأشياء الأجار وهكذا بالنسبة حق التخطيط طويل المدى أن من أول يوم أنا قاعد أشتغل لابد أني أنا أعمل حساب التقاعد فلابد أني أنا أستقفى جزء من غاتبي لابد أني أنا أيضا أدور لي على مشروع آخر من خلال إذا أنا كنت في وظيفة حلو أني أنا أنوع مصادر دخلي يعني أشوف طرق جدودة أني أنا أسوي هذا الشيء وفي النهاية هي الأسرة سكن وموادها ورحمة وكلنا المفترض أني نحن نحب بعض ونكون يد واحدة ما لنشغل بالآخرين لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك إذا هذا عجبني وهذا عجبني وهذا عجبني ما راح نخلص القناعة كنز لا يفنى يأتيكم العافية على هذا النقاش المميز وهذه الحلول الرائعة التي نتمنى أن نتفيد إن شاء الله المشاهد سعدنا بالحديث معكم اليوم كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد أحمد أخصائي نفسي والشكر أيضا للأستاذ سلطان كراني مختص في التنمية البشرية والشكر أيضا للدكتورة والفنانة عبير الجندي استشارية صحة نفسية وأسرية وسفيرة النواية الحسنة والسلام والتسامح شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب هذا الأسلوب في الإنفاق لا يحمل أسرة من ويلات الزمن عليك مشاهدنا أن ترشد من الاستهلاك وتدير أنفاقك بشكل منظم كي تنعم بحياة خالية من المشكلات المالية وإلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة